نعمان سيد ممدوحة العبادي نائب ورئيس الوزراء السابق أهلا وسلام بك سيد العبادي معنا في هذه التغطية في العربي بداية تعليقك على رسالة الملك عبدالله الثاني وأيضا هناك نقطة مهمة ذكرها أود أيضا أن تعلق عليها سيد العبادي عن أطراف الفدنة قال الملك بأنها ليست فقط من الداخل بل أيضا من الخارج ما الذي قصده بهذه النقطة يعني الحقيقة كل يوم أنا الشعيد بهذه اللحظات بعدما كان يوم السبت القادم قبل أربعة أيام كان يوما حقيقة أسود على الشعب النهديني وعلى المملكة الردوية العشرية أن تصل الأمور لهذا الدرجة من الفتنة لكن أنا بقول أنه اللي صار اليوم حقيقة أسرع جصدري وهذا جصدر كل اللي أنا وياهم اليوم جابسين الآن نسمع الخطاب بأن الفتنة وؤدت وأن الذي يجل الآن هو عبارة عن استيعاب كل الاجتهادات المختلفة وكل الآراء المختلفة أنت سألت قبل دقيقة أنه أخوان وكذا أنا عندنا مثل الأردن شاب يقول المصران من بطن الواحد بسرط بعضه لذلك هذا الاختلاف الاجتهاد واختلاف الرغة هذا أنا أعتقد أنه صحة لكن أن تصل الأمور إلى قطيعة هذا الذي هو نرفضه سيد العبادي نحن لا نقول البيان الحكومي يقول يوم الأحد بأن التحركات التي كان يقوم بها الأمير حمزة وشركاء هي تهدد أمن البلد واستقراره وأنه تواصل مع جهات خارجية ومع العشائر ومع المعارضة الخارجية هذا ذكر في البيان الحكومي هل ما ذكره كان فيه بعض المبالغة؟ أنا أنت إسمع أنت تفضل أنا لا لا أريد أن أرجع إلى البيان الحكومي أنا أريد أن أرجع لحصاب الملك اليوم وليس إنما الأمير حسن عندما يذهب إلى العشائر والذي يذهب هنا والذي يذهب هناك لا يعني أن هناك مؤامرة الأمير حسن هو مواطن أولاً أردني والثانياً هو أمير هاشني يذهب إلى أي موقع يجب أن يكون هناك في بعض الشعارات التي تحدث عن أردني لكنه هو أنا سمع في التشجيل مع رئيس المؤشر العشكرية الأردنية عندما قالوا هل سماء كمية؟ ما قالوا لا الذي كان موجودين إذن نحن لا نريد فتنة أكثر لا نريد إظهار الخلاف الخلاف موجود بين الإب والإبن وبين الأخ والأخ هذا موجود نحن نقول في أنه دشتور أردني نحن نحن للدستور الدستور هو يقول أنه الملك رئيس السلطات الثلاب ولي الأهد موجود الأمير حمزة هو أمير هاشني له قيمته المعنوية والقانونية في الأردن في اختلاف ويصبح هذا الثلاث لكننا نكون ويجب أن نعود إلى الدستور ويجب أن نعود إلى التحارب ويجب أن نعود إلى التشامر حيث استحمل بعضنا البعض في بعض الأسكار هذا لا يعني أن التفعيل يكون لأثر ما يمكن صحيح مرات يكون في اختلاف مجتهاد قوي لكن يجب أن تكون هذه اللحمة موجودة مرينة في التجارب وتالتجارب أسوأ من هيئة أنت التفعيل عندما كان وحيطنا ضد العراق ونحن مع العراق محيطنا الشماني والوسطي والجنوب والغرب كلهم ضدنا لكن اللحمة الوحيدة التي كانت بين الشعب والقيادة هي الارتعاضة القوة والمنع لأجل تنشيه البنج الأمام وخصوصا نحن نمر بظروف صعبة اقتصادية وصحية من المباعي الكورونا سيد العبادي كنت قد سألتك في سؤال الأول عن الأطراف التي ذكرها الملك عبدالله في رسالته عن أطراف من الفتنة وقال أنها أطراف من الداخل ومن الخارج باعتقادك عن أي أطراف يتحدث سيد العبادي أنا لا أستطيع أو أشف فتنة من طول الفريد من الشمان لكنني أجزم لأن الفتنة الحقيقية تأتينا للغرب والإسرائيل وغير ذلك يمكن كل هذا عن اختلاف الاجتهاد واختلاف بالحقوق لكن نحن وقفنا بإسقلاب أداء القوصة فقد القرن وهي ندفع ثمنها في سبق القرن ونحن نقول بأن عدونا الحقيقي هو إسرائيل ونحن نقول بأن الدولة الأوروبينية هي طضية المركزية الأساسية هي طضية فلسطين ونحن وأخواننا الشعب الفلسطين في السمود والتحدي في بلده في وطنه وهذا أيضا نحن ندفع ثمن ونحن نشايدون بإدفع هذا الثمن